بريطانيا تشهد صراعاً سياسياً حول تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي ففي الوقت الذي تصر فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الخروج الكامل تطالب القوى العمالية ببقاء دور لبريطانيا في الأسواق الأوروبية جاء قرار مجلس العموم البريطاني بالموافقة على مقترح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتقديم الانتخابات العامة في البلاد من موعدها الرسمي في السابع من أيار عام 2020 إلى موعدها الجديد في الثامن من حزيران القادم عام 2017 ليضع الكثير من التحديات أمام كل من الحكومة والمعارضة العمالية على حد سواء لا سيما في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم البريكست الأمر الذي قد تنعكس نتائجه حتى على ترتيبات حزب المحافظين في الحكم وذلك لأن تيريزا ماي اقترحت هذه الانتخابات المبكرة وهي تتصور نفسها في موقع مريح وضامن لنتائجها من أجل دخول مفاوضات إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوضع ثابت وقوي لكن موقف جيرمي كوربين زعيم حزب العمال الأخير فاجأ الكثيرين من خلال موافقته أولا على مبدأ وموعد الانتخابات المبكرة ثم في موقفه التالي المعارض ضمنيا لقضية البريكست فقد ألمح في خطبته إبان تجمع حاشد لحزبه إلى أمكانية إجراء استفتاء جديد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغم أنه رفض صراحة إعلان هذا الأمر لكنه أشار بعدم لضاه عن فكرة حلمان بريطانيا من الأسواق الأوروبية وهي النتيجة الطبيعية لخروج بريطانيا كما هو معلوم ورغم أن الناطق الرسمية باسم العمال رفض اعتبار فكرة القيام باستفتاء جديد من ضمن أهداف حزبه فإن الشكوك ظلت قائمة حول أهداف زعيم حزب العمال ونواياه تجاه البريكست لسيما بعد تهديدات الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولاس تورجيون بإعادة الاستفتاء في اسكتلندا حول الاستقلال في حال خروج بريطانيا من الاتحاد بالإضافة إلى مشكلة جبل طارق المستعمرة البريطانية التي أثارتها إسبانيا باعتبار أن معظم سكانها يؤيدون البقاء في الاتحاد خلافا لرغبة بريطانيا وتبقى رئيسة الوزراء في موقف قوي نسبيا تجاه شعبوية خطاب كوربين وتهديدات استورجيون التي انخفضت تأييد لدعوتها لخروج اسكتلندا إلى 40% فقط ومراهنة على قدرتها في حل مشكلة جبل طارق إذا ما فازت في الانتخاب شكرا